من برضو الحمد لله الأخبار كلها النهاردة معظمها أخبار كويسة جدا قبل كده شفنا وتابعنا طبعا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية سيبك طبعا من المصر ومنتخب مصر حصل ساعتها لكن بعيدا عن ده وبعيدا عن أداء منتخبنا لكن الصورة والشكل كانت حاجة يعني مشرفة ولما شفنا الإشادات الدولية من وسائل الإعلام الأجنبية وهي بتقول أنه ده حفل افتتاح أسطوري وأنه هيصعب المهمة على أي دولة بعد كده يعني اتنظم بعد مصر مبارح الحمد لله كان المشهد برضو رائع ومحترم ولائق بالشغل اللي حصل من شبابنا ومن الشركات اللي شغالة في هذا الملف سواء بيكلم على شركة بريزنتيشن أو شركة تسكرتي التنظيم، الدخول والخروج، بيع التذاكر، الجماهير برضو نفس الأداء والسلوك المشرف وتشجيع الجميل طبعا في حفل الافتتاح زي ما احنا بنتابع مع أحدكم بعض اللقطات منه دلوقتي على الهواء كان يعني حاجة راقية وبسيطة في نفس الوقت وده الجمال وده المعادلة الصعبة إنه القصة مش بالزخرفة أو بالشغل الكتير لكن يبقى الشغل في محله والرسالة توصل والموضوع يطلع بشكل قيم حصلت الإشادة برضو من الكاف من الاتحاد الإفريقي بوجه الشكر للدولة المصرية على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم إفريقية تحت سن 23 ووجه مسؤول الكاف الشكر لشركة بريزنتيشن على حسن تنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية أو لأماكن المخصصة لحضور الجماهير والحمد لله يعني كمان يعني منتخبنا برضو أدى بشكل كويس وفاز على المنتخب مالي في افتتاح البطولة بهدف سجله اللاعب مصطفى محمد نتمنى يا رب أن منتخبنا بقى تحت سنة 23 سنة يكون حظه وشغله وروح بقى بطولية وقتلية والشباب بقى يعني حمية الشباب وعايزين يشوف الشغل ده في الملعب ويعود طبعا يعني خبط الأمل اللي احنا مرينا بيها في بطولة كأس أمم إفريقيا إن شاء الله يكون أداء لائق يعني ومشرف ويفرح الجماهير المصرية بإذن الله